في بيت المنشاوي الساعة 3 الصبح وقفوا ملسامين قدام البيت وتوزعوا حواليه كانوا متأسمين على جزئين جزء منهم بقيادة حامد أما الجزء الثاني فهو كان بقيادة الكبير اللي صمم يكون موجود علشان يحقق هدفه ويخلص اللي هو جاي علشانه ويرجع مكان مكان ويرجع لحياته الطبيعية مرة تانية بدأوا الملسامين يهجموا على البيت بعد ما اشتبكوا مع الغفر اللي حوالين البيت لكن لحظ الملسامين ان الغفر مأخدوش في ايديهم اي وقت وفي ثواني دخلوا البيت المنشاوي اللي بقى محاوته ضرب النار من كل ناحية دخل حامد وهو حاسس بالانتصار لكن انتصاره ده اختفى لما تفتح نور بيت المنشاوي وظهر إبراهيم اللي كان قادة بالكرسي وحاطت رجل على رجل اتكلم ببرود وهو بيقول لحامد نوارت ضار يا حامد سدجني كنت مستنيك على احر من الجمر كيف ما بيجوله اول مرة شوف واحد مستني عزرائيل علشان يستفز حامد وقال له ووالله اول مرة شوف واحد خبر جدري نفسه زين جاوي انك خبر انك عزرائيل يا حامد يا طرى مين اللي هيقبض على روحي التاني اني ولا انت اني يا ابراهيم انت مخبرش انا مستني اللحظة دي كده وليه كل ده يا ودعمي انا عمري ما عملت فيك حاجة عفشة تستحج الكره اللي في عينك ده كلياته انت صح ما عملتش حاجة واصل بس اني بكرهك يا ابراهيم انا طيج العمى ولا طيجك واصل وليه كل الكره ده يا ودعمي انا عملت فيك اي عاد لجل ما تكرهنك ده الكل كان بيحبك يا ابراهيم واني لا ابوي حبك يا ابراهيم انت واخوك ودايما يقول لي خليك في ابراهيم مصالح شفت ابراهيم بجا ايه وانت ايه شفت ابراهيم عمليه وما عملش ايه شفت ابراهيم مسك شغل ابوه وانت خيب الرجا ابوي وامي كرهوا ولدهم وحبوك انت واخوك وبعد كل ده عايزنا حبك يا ابراهيم لا انا بكرهك يا ابراهيم انت واخوك وهفضل طول عمري بكرهكم بس انت ما بجاش في عمرك عمر يا حامد انت هتنتهي يا حامد والليلة واني ورجلتي قدامك هو وريني رايد تعمل ايه عاد يا ابراهيم لو رايد تعرف صحيح يبقى تسيب رجلتك دي وتوجهني رجل لرجل يا حامد ووقتها انا هقضي عليك وهعرفك مجمك صح واني مش هتحمف رجلتي يا ابراهيم وهواجهك رجل لراجل ووقتها بس ما تلمشا لحالك لما خلص عليك يا ولد عمي هز ابراهيم راسه بموافقة وبدأوا الاتنين يتشكوا مع بعض بالايد بعد ما رامو سلحهم على الارض كان الكل واقف وهما بيتفرجوا عليهم وما حدش منهم قادر يتدخل ويفصل بينهم بسبب تحذيره الكبير ليهم وقع حامد على الارض وهو بيقول باستسلام وقال لابراهيم خلاص واجف يا ابراهيم وقف ابراهيم وهو بيقوله بتشفي واجفت ليه عاد يا حامد مش كنت جايل انك تخلص علي يا ريت تشوف دلوقتي مين اللي خلص على التانية يا ولد عمي هاخلص منيك يا ابراهيم سددني خلاصك من الدنيا هيكون على يدي واني موافق يا حامد واني بنفسي اللي هحط في يدك السلاح بس رأي ده عرف حاجة لول رأي ده عرف ايه عاد يا ابراهيم الاصار اللي كانت في دارك وين يا ولد عمي الاصار دي ناخدتها وبعتها كمان ودلوك هاخد بجية املكك وهباعها وهسافر على برة بلد الخواجات ومش بس كده هاخد عائشة معي سرخ حامد بألم لما هجمع ليه ابراهيم مرة تانية وهو بيقول له بغل وعاك تجيب سرتها على لسانك العفش ده وحزار يا حامد سرت مرة تتجي على لسانك صدقني وقتها هكتعهولك بص حامد للكبير وهو بيقول له بخوف انت مالك واجف كده عاد انت مش قلتلي انك رايد ابراهيم وهو قدامك واجفة هو متسمر مكانك اجده ليه عاد خلصني منه يا كبير اندحك الكبير بشماته ورفع سلاحه وإيده الفوق وهو بيقول لابراهيم على ما أظن يا ابراهيم باشا دوري لحد هنه خلص ودلوقت الكوات لازمة تدخل عشان نجبض عليه متلبس بالتهجم على بيتك وكمان الجضية بتاعته والأهم الأثار اللي رجعت للحكومة خلاص وبجت في مدحف الأثار في مكانها الطبيعي بص لهم حامده هو مش فاهم أي حاجة وازاي الكبير بقى ضده وهو اللي ساعده من الأول علشان بس يخلص من ابراهيم ودلوقت هو بقى معاه دحك ابراهيم وهو بيقول لحامد وكأنه قرأ أفكاره وقال له طبعا يا حامد انت جاعدك دهك في البجرة وانت مش فاهم أي حاجة واصل من اللي بتحصل بناتنا كيف هو بجا معاك يا ابراهيم هو كان معايا ينقو بس بس يا حامد اكتم أول هامنا مش طايق اسمع صوتك العفش ده تاني همه ما تحاول تفهم اللي بيدور هنا عمرك ما هتفهم يا حامد أصل انت كفي البجرة اللي ما هتفهمش حاجة واصل غير لما ندوها على ظهرها علشان تترود وتفهم ايه اللي بيدور حواليها بص ابراهيم الكبير وهو بيقول له انه قل له عله حصل وانه كان كيف الحمار اللي بيسجه العرباجي ولا نخليه جده يا حضرة الزابط برق حامد باني وهو مصدوم وقال له الزابط هنا ظهر صالح وهو بيتحك بصوت عالي وهو بيقول له قل له يا ابراهيم حرمك ده هقصله صعبان علي يا جوي وهو كيف الحمارك ده فلازم انجبل ما ينجبد عليه يكون عنديه خبر عن اللي بيحصل معاه وكيف كنا بنمشيه على كيف نحن مش بنمشيه على كيفه وجل ان الكبير اللي هو فكر واحد من عصابته يكون ايه بالزبط قرب ابراهيم من صالح وهو بيقول له بس كده حاضر يا خوي هجعد بس واشرب الشاي اللي عامل الغفير حكما الموضوع كبير جوي وواعر جوي جوي ظبط النفوخ ضحك صالح مع ابراهيم وهم متشفين في حامد اللي كان خايف وحاسس ان هو وقع في ادين اللي مش بيرحمه اما الكبير فهو بص الحامد بانتصار وهو حاسس انه اخيرا حقق مهمته وشوية ويحط الكلبشات في ايد حامد ويدخله السجن للابد ويترقه اما صالح فهو مشي بكرسي ناحية ابراهيم اللي قعد على الكرسي الموجود في البيت ومس الكوبية الشاي وبدأ يشرب منها بهدوء واستفزاز لحامد بص لهم حامد بخوف وهو حاسس ان دي خلاص هتكون نهايته شاور ابراهيم لصالح وهو بيقول له ابدأ انت يا خوي وجله نص الحكاية وانا هكمل وراك النص التاني ابتسم صالح وبص الحامد اللي كان بدأ يرتعش من الخوف وقال له بابتسامة الموضوع كلياته بدأ من اوله من وقت ما ولعت في المغزن يا حامد فاكر المغزن ولا محتاش حد يفكرك بيه واضح من وشك اللي جاب الوان انك فاكره تحب يبدأ من بعديه ولا من الراجل اللي انت زجته علي علشان يخلص مني بس جات وقتها على عجلي بص له ابراهيم باستغراب وقال له يخلص منيك كيف ده يا صالح بعد الحادثة بتاعتي كلفت واحد من رجالتنا يجيب لي ارقام العربية اللي خبطتني على الطريق وبترجو الوعر عرف يجيبها لي وقتها تحددت مع حضرة الزابط كريم وهو جدر يوصل لصاحب العربية ولما الزابط كريم خوفه بالسجن وقتها جر واعترف بالحجيجة كلياتها وجال ان حامد هو اللي اتفج معي يخبطني بعربيته وما يهملش الطريق غير وعربيته متفحمة بس ستر ربنا ان الناس اتجمعت وانت جيت ورايا والحكتيني سكت وكتمت عن موضوع وقلت انا هاخد حاج بيدي من حامد بس هو اللي نبش جبره بيده وصمم ان الحجوك كلياتها تتاخد منيه مرة وحدك ده بس صالح لحامد بشره وقال له حظك وقتها كان زين يا حامد لما تلهينا في الحادثة بتاعتي وهملنا موضوع المخزن كان المفروض ان انت تسكت وتتلمي يا ودعمي بس له كيف حامد يهمت في مكانه يروح يتجوز عائشة اللي هو كان خابر زيني ان اخوي رايدها وكل ده ليه عشان بس ياخد منيه حاجة هو رايدها بعدها بدأت تحفر جبرك بيدك لما مشيت ورا مطريد الجبل اللي دلوك على الاصار اللي كانت مدفونة في دارك بعدها بصت لبيت الفلاح الاجري اللي شغال حدانة وبصت على حرمة بيته ومش بسك ده لا ده انت اعتديت عليها والبيت راحت من اهلها بسببك ووقتها قلت لما الحكومة جبضت عليك انك هتتهدي وتجعد في السجن تجدي مدتك وتحمد ربك عليك ده بس لا اللي كيفك يا حامد عمرهم ما يحمدوا ربهم على حاجة واصل ولازم ان ينفزوا اللي في نفخهم حتى لو هيروحوا في حديد بس إبراهيم كان اكتر واحد فينا حفظك يا حامد وجال انك هتهرب وفعلا راح للزابط اللي جبض عليك من الدار هنا وتحدث معاه والزابط وصلنا بالزابط كريم اللي شغل مع الحكومة في مصر اما في الدور اللي فوق كان الوضع مختلف تماما عن اللي بيحصل تحت في الدور الارضي كانت قاعدة لحاجة ربحة وهي بتدعي ربنا انه ينجي ولادها من اللي هم مقبلين عليه بصت هالل عائشة وهي بتقول لها انا خايفة جوي يا عائشة ضرب الرصال سكت ودلوك مفيش حس الواحد فيهم اتكلمت عائشة بخوف وقالت ربنا يجيب العواجب سليمة يا خايتي ان شاء الله ربنا هينصرنا على حمد وأمثاله بصت لهم الحاجة ربحة وهي بتقول لهم ادعو لهم يا بنات ان ربنا هينصرهم على حمد واللي معاه اني جال بيوكلني عليهم جوي طب طب تبت عائشة على كتفها وهي بتقول لها ما تجلجيش ياما ان شاء الله هيكونوا زنين وما هيصبهمش حاجة واصل اما في الدور اللي تحت سكت صالح وبص الإبراهيم بمعنى كمل فاتكلم إبراهيم وقاله وقتها الضابط كريم خد كلامي على محمل الجد وتحدث مع المأمور اللي زجع عليك رجالة معك في السجن بس تبعي الحكومة ووقتها عرفه اللي فراسك وبدأنا ننفذه الخطة على ترتيباتك انت بس تعرف يا حمد ان الغابي جوي لان انت قلت للرجال اللي معاك انك عامل جيميل في كبيرهم لما خليته يستخبى من الحكومة هنا بس اللي انت ما تعرفهوش ان الرجل ده مات بعد ما تحكم عليه بالإعدام وانت ما شفتش وشغل مرة واحدة بس وكانت الدنيا عتمة يا ولد عمي ومجرد ما الرجالة جالت لك اسمه انت مشيت وراهم كيف البهيمة من غير حتى ما تشغل راسك كان كل اللي همك وقتها انك تخرج من الحبس وتجه نهت انتجم مني بعدها الضابط كريم اتنكر واعتبرها مهمة كث مهماته وانتحل شخصية الرجل اللي مات وبعدها المأمور سهل خروجك من الحبس انت والرجالة بس من كتر غباءت ملاحسش ان الرجالة اللي هربت رجعت تاني على السجن وبعدها كل خطوة انت عملتها كانت بعلم من نينا وحسب خطتنا حتى ما شغلنا اللي انت فكر انك بوستها دي برضو كانت حسب خطتنا وانينا نوهمك بجده يا حامد علشان بس تحس ان خطتك ماشي يا زين بس اللي ما عملتش حسابه واصل انك تجي على البيت وتدخل لعائشة قدتها ولا هالة تشوفك وقتها كان لازم ان نغير خطتنا وخلي الظابط كريم يبعت لك مرسال ويقول لك انك تاخد الاثار وتهمل البلد طوالي لاجل ما تلحك تباعها وده اللي انت عملته يا حامد والاثار اللي انت بعتها دي رجعت للحكومة من تاني والفلوس اللي اخدتها من الرجل دي فلوس مزورة وبحركة واحدة منينا جبناك على هنه يا حامد ودلوك الحكومة وقفة برا وهتكبض عليك والمرة دي ما فيهاش خروج يا ودعمي حامد ما كانش مستوى بان كل اللي هو عمله ده راح على الارض وان هو الوحيد اللي هيدفع التمن في لحظة واحدة مسك السلاح اللي كان مرمي على الارض واتكلم بجنون وهو بيقول لابراهيم لا انا مش اخسر كل حاجة يا ابراهيم ولازم انا خلص عليك جبل مرجع المخروب اللي اسمه السجن ده كل اللي كانوا وقفين اتفزوا من جنون حامد ورفع سلاحه في وش ابراهيم لكن في لحظة واحدة وقع حامد على الارض وهو بينزف من ظهره بسبب الرصاصة اللي الزابط دفع بيها عن ابراهيم بص ابراهيم على جثة حامد وقال له هي خسارة يا ولد عمي كان نفسي تراجع نفسك للمرة الاخيرة بس واضحك ده انك رأيت تخسر كل حاجة كيف ما خسرت حياتك في الوقت ده قربت الكوات من حامد وشالوه من قدام البيت ومشيت كل الكوات قرب ابراهيم مصالح من الزابط كريم وقال له متشكرين لك يا حضرة الزابط من غيرك ما كناش هنعرفه ايه اللي هيحصل لنا عاد انا ما عملتش غير وجبي واتمنى تخلي بالكم على نفسكم سبقهم الزابط كريم اللي كان منتحل شخصية الكبير ومشي علشان يلحق شغله وترقيته اما صالح فهو بصل ابراهيم وقال له اطلع يفتح للحريم يا ابراهيم زمنهم جلجانين من ضرب الرصاص يا خوي خلاص كل حاجة رجعت لمكانها الطبيعي يا ابراهيم وحياتنا هتكون طبيعية طلع ابراهيم لاخر دور موجود في بيتهم ومجرد ما فتح الباب جريت عائشة عليه وهي بتقول له انت زين مش كده محدش منيهم جه جارك واه ايه اللي فوشك ده ايه دي يا عائشة انا زين ما فياش حاجة اتكلمت الحاجة ربحة بخوفة على ولادها وهي بتقول له انت زين يا ولدي انت واخوك مش كده طمنوا جلبي عليكم ايه دي يا حاجة انا زين وما فياش حاجة وصالح برضك زين وخلاص خلصنا من حمد ولد عمي للابد اتجبض عليه يا ولدي مش كده لا يا اما حمد راح اللي خلقه هو الوحيد السبب في اللي حصله ربنا يرحمه ويسامح يا ولدي في الوقت اللي هما كانوا بيتكلموا فيه سوا سابتهم هالة من اول ما فتح ابراهيم الباب ونزلت وهي بتجري على مكان صالح علشان تطمن عليه اتنفست براحة اول ما شافته سليم جريت عليه وهي بتقول له صالح حبيبي انت زين مش كده رد صالح بصدمة من جرئتها معافي الكلام لأول مرة وقال حبيبك اتكلمت هالة بعتاب وهي بتقول له واه هو انت لستك بتسأل يا صالح ايوا انت حبيبي وجوزي اللي بموت فيه كمان كان صالح لسه يتكلم ويرد عليها لكنه سكت لما شافهم نازلين من فوق اتكلم ابراهيم لما واقف قدام صالح وقال له اجده كل حاجة خلصت يا صالح ودلوك لازمة تستعد لعمليتك اللي هتكون بكرة بالليليا والدابوي بص صالح لهالة وبعدها قال لابراهيم اني جاهز لها يا خوي سدجني ندلوك جاهز من جبل اي وقت مضى وعدة في الكاهرة في مستشفى كبيرة كانت وقفة عيلة المنشاوي وهم مستنين ان الدكتور يخرج من قدرة العمليات ويطمنهم على صالح كانت قاعدة هالة في حضن الحجة ربحة ودماها ما فرقتهاش بسبب خوفها عليه وفي نفس الوقت دعاها لصالح ما فرقهاش وعائشة كانت مسك ايد ابراهيم كدعم لي اما فريدة للصميمة تيجي معاهم علشان تكون جنب هالة فهي كانت عينيها على اختها وهي الاول مرة حسة بالعجز وحسة ان هي مش قادرة تعمل لها حاجة غمضت عينيها بألم لما جه في دماغها الذكريات المستشفى وعملياتها هي وعمر علشان الخلفة ضغطت على قبلة ايديها وهي بتتمنى من جواها يكون عامر موجود علشان يهون عليها اللي هي حسة به وكأن عامر حسس بيها وباحتياجها في اللحظة دي دخل عامر المستشفى وقرب من ابراهيم وهو بيقول له بقلق طمني لسه مفيش اي جديد لا لسه يا عامر ان شاء الله يخرج بالسلامة اتحركت عيني عامر بلحفة وخوفة على فريدة واول ما شافها على حالتها دي جري عليها وحاوت كثفها بدراعه وسند رأسها على كثفه وبدأ يلمس على رأسها وهو بيقول لها ايه دي يا حبيبتي كل ده مش لينا انا وانت هو مع بعضنا يا فريدة حضنته فريدة بلحفة واحتياج وهي بتقول له عامر انت جيت ميتة وليه ما كلمتنيش حبيت عملها لك مفاجأة وتواصلت مع ابراهيم وعرفت منيه انك هنا لجل عملية صالح بصت فريدة على هالة وقالت له انا خايفة جوي على هالة حاول عامر يهديها ويطمنها وهو بيقول لها ما تخفيش ان شاء الله صالح هيجوم منيها بعد ساعة ونص خرج الدكتور من قضة العمليات فكلهم قربوا منه واتكلم ابراهيم بخوف على اخوه وهو بيقول للدكتور اطمنني يا دكتور على اخوي اطمنه يا جماعة الحمد لله العملية نجحت وهو هيحتاج عليك طبيعي وبعدها هيرجع تاني يمشي على رجله يا منت كريم يا رب شكرا لك يا دكتور الدكتور بيبتسامة بسيطة ما تشكرنيش ده واجبي ربنا يكمل شفاء على خير ربنا يكمل شفاء على خير بعد شهر ونص كانت متجمع عيلة المنشاوي كلها في بيت المنشاوي في الفترة دي تحسن صالح ورجع يمشي تاني على رجله تم مجوازه من هالة اللي بقت مراته قولا وفعلا اما ابراهيم وعائشة فهم قربوا من بعض اكتر عن الاول وبقوا يفهموا بعض اكتر اما فريدة وعامر فهم قضوا شهر ونص في الصعيد علشان بس فريدة تكون جنب اختها بصت عائشة الهالة اللي هزت راثها ليها وقالوا هما الاتنين في وقت واحد وقعت الجملة على كل اللي قاعدين زي الكنبلة اول واحدة استوعبت الجملة كانت الحجة ربحة اللي زغرطت بفرحة وسعادة لان اخيرا حلمها تحقق وهتشوف احفادها اما ابراهيم فهو قام وقرب من عائشة وحضنها وهو بيقول لها انا بجد مش جادر اصدق يا عائشة اتكلمت عائشة بخجل وقالت له لا يا ابراهيم صدق لان ديه الحجيجة بس ابراهيم جبنها وهو بيقول لها مبارك يا عائشة يتربى في الزنا يا غالية الله يبارك فيك يا ابراهيم اما بالنسبة لصالح كان على حاله الجمود الكل كان مستني رد فعله لما لاحظ نظراتهم لي مقدرش يتحكم في غضبه اكتر من كده وبص الهالة وهو بيقول لها جلت ايه يا هالة اختفت بتسامة هالة اول ما شافت نظرات صالح ليها وقالت له بخوف وهي بتتمنى من جوها ان يكون احساسها غلط جلت اني حبلة يا صالح ايه انت مش فرحان ولا ايه عاد العيل ديه لازم ان ينزل يا هالة اتصدمت هالة وقالت والدموع ظهرت في عنيها وينزل كيف يا صالح هو انت مش رايب من عيال قرب ابراهيم من صالح وهو بيقول له ما لك يا خوي فيك ايه عاد هو في حد يكره الخلف يا ولدابوي يعني مش رايب خلف دلوقت يا ابراهيم ادخلت الحجة ربحة وهي مش عجبها كلام ابنها وقالت له ليه يا ولدي بس اتنفي الصالح بغضب وبصل الحجة ربحة وقال لها يا حجة انا لسه عامل عملية من جرايب وراي دا دل نفسينا فرصة اكتر ما راييتش ربط نفسي بعيال دلوقت اتكلمت فريدة بغضب لما شافت دماء اختها وهي بتقول له يعني ايه حديتك دي يا استاذ صالح هو العيل اللي هيربطك اياك ولا انت اللي راييت تهمى لاختك ديه وتشوف غيرها فريدة بصت فريدة لعامر وتكلمت بحرقة وهي بتقول له لا يا عامر انا مش هسكت دا بيتبطر على نعمة ربنا وما راييتش عيال صغيرة وغيرهم بيتمنى ضفر عيل منهم ومش لاجي عايز زختي تجهد عيلك يا استاذ صالح وعايز ترفوس النعمة بس تصدقني بعدها ربنا هيحرمك منيها وترجع بعدك ديه ما تلاقيش انا وعامر جدامك اهو ربنا ما رزقناش والحد دلوق بنعفره لاش لما ربنا يرزقنا بعيل بس حكمة ربنا باجا نقول ايه عامر كان حاسس باللجوة فريدة ورغم انه رافض طريقتها في الكلام لكنه سبها تخرج اللي جواها مسحة هالة دماغا وقالت لفريدة خلاص يا فريدة لا يا هالة لازم ان حد يعرفه حجم المصيبة اللي هو عاوز يعملها اتكلم صالح بغضب وهو حاسس ان ما حدش فيهو ما عايز يفهمه وقال انتو ليه مش جادرين تفهمه يا ناس انا رايد مرة تكون لياني وبس وما تنشغلش عني بعيل سدقني يا صالح هاهتم بكم انتو الاتنين كف بعض اخد بالي مني راجع صالح نفسه وقدام اسرارهم وحزن هالة قرب من هالة وقال لها مبروك يا هالة ربنا يكملك على خير حضنته هالة وهي مبسوطة وقالت له بسوط واطي بحبك جاو يا صالح قرب عامر من فريدة اللي كانت بتعيط بحرقة وضمها لي وهو بيقول لها واسك من عوض ربنا يا فريدة ونام بالله يا عامر بصت لهم الحاجة ربحة بحزن وقربت منهم وهي بتقول لهم انا خبرا ما ينفعش اتدخل بناتكم بس انا رادة جل لكم حاجة وانتو ليكوا حرية الاختيار مدام انتو رايدين الخلف وربنا ما رايدش ليكم رأيكم تتكفلوا الطفل من داري الايتام وتربوه وتعتبروا ولادكم ولو ربنا رايد لكم الخلف يبقى عنديكم بدل الواد تنين ولو لا يبقى حداكم اللي هيشيلكم لما تكبروا اتكلمت فريدة بحرقة وقالت محدش هيوافج يا حاجة واني خلاص رديت بنصيب لحدك ده بصلها عامر وقال لو انت رايدة يا فريدة انا موافج وما حدش ليه عندنا حاجة واصل فاحنا اللي بنعيش الوجع كل يوم مش حد تاني حضنته فريدة وهي بتحاول تهون عليه هو كمان كان كل واحد فيهم بيحاول يهون على التاني بطريقته وفعلا اتبنت فريدة بنت وعاشت معاها هي وعامر بعد ما سفروا ورجعوا لحياتهم الطبيعية اما ابطلنا فكان كل يوم بيعدي عليهم بيعيشوا في سعادة وراحة لحد ما ربنا رزق صالح بولد وابراهيم ببنت كانوا اولادهم هما مصدر سعادتهم التاني كانوا الاخوات بيتمنوا من جواهم ان ربنا يزرع الحب في اولادهم تجاه بعض علشان ما حدش منهم يكون مصيره زي مصير حامد حامد اللي كان زرع شيطانية زي ما بيقولوا والغل والحجد هما اللي وصلوا يدمر حياة اتنين حياة عائشة عشان بس يئذي ابراهيم عن طريقها وحياة البنت اللي خد منها اعز ما تملك وخد منها حياتها وكان السبب في انها تروح لكن عائشة كانت محظوظة لانها لقيت الايد اللي تساعدها والطبطب عليها وتوديها لطريق جديد وبداية حياة جديدة اما ابراهيم فهو كان الوحيد اللي قادر يكشف حامد على حقيقته ورغم انه حاول كتير يساعده بسبب الرابط اللي بينهم لكن قلبه قسي على حامد بسبب انه فهم سبب جوازه من عائشة اما صالح وهالة فهم كان الحب موجود بينهم من البداية لكن حادث الصالح كان ليها التأثير السلبي على حياتهم ولما عرف ان هي حامل كان مش عايز الطفل لانه شايف انه لسه ما عاش معها الوقت اللي هو عايزه لكن لما شاف اسرارها على الاطفال وافق اما فريدة فهي كانت شخصية مضافة للقصة علشان تصلى حيات عائشة وهي اللي تقودها لبداية جديدة في حياتها وكان انسى باختيار ليها انها تكون اخت هالة علشان سلة الارابة ويكون ليها نفع في العلاج وبتمثل شخصيات كتير موجودة على ارض الواقع بتعني من عدم الخلفة ورغم ان التأخيرة عند عامر مش من عندها هي الا انها قصاد اهله قالت ان لعيب عندها وده بس علشان محدش من اهله يوجه له اي كلمة تأذيه او تجرحه ورغم انها كان من حقها ان هي تتطلق وتبعد عن عامر وتتجاوز مرة تانية علشان تخلف الا انها ما عملتش كده وقررت ان هي تكمل مع حياتها وربنا اكيد هيرزقهم بالطفل اللي بيتمنوه عامر كان الزوج اللي بيحاول يعود زوجته بكل الطرق في حياتها لانه مش قادر يبعد عنها وفي نفس الوقت مش قادر يديها ابسط حققها وكان احسن لهم هما الاتنين انهم يتبنوا طفل ويرعوه يتكفلوا بيه والحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم واستنوني في قصص تانية كتير دمتم في امان الله اشتركوا في القناة